أولاً الانكسيتي عن الخوف المرضي عن الوسوس القهري الوسوس القهري هو اتراب نفسي هنا هو اتراب نفسي وش يميزه أفكار وسوسية عندها حتى صحة يعني مشي صحيحة الأفكار يديرها هي عبارة عن أفكار وسوسية طابعاً تحا هو أنها تغزو الفكر من تحل الشخص هذا حتى أنه الشخص هذا في حداته دوك نعطي مثال باش نوضح أكتر كي ما نقول للمشاهد الكريم سمحني 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 الوسوس القهري سمحني 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 عجل الشخص يدخل في فيه نفسه سمحني سمحني الاشتراحة ولكن أنا كمسيكوترابيد أتحدث عن أن أتحدث عن أن أتحدث عن السيكيات هذا هو الأول أن نتحدث عنه في التقديم نتحدث عن الأفكار 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 سريعة الظهور تفرض متغيرة تفرض نفسها على هذا الشخص نعطي مثال بسيط الأم في الكوزينة لا تذهب إلى قطية الألات الحادة ولكن لماذا؟ لديها فكرة في رأسها تقول قدر له أن نرى قطية أفكار قدر أن نرفضه ينرفضه ينذبحه ينذبحه ينذبح له حاجة أو له هذه الأشياء تخافي كذلك اسمح لي دكتور الأفكار ذات طبع الديني خاصة في مرحلة معينة وين ممكن حتى فصلاته كما يقولوا كلام مش مليح ولا أشياء هذه التي تسيطر عليه وين في بعض الأحيان حتى يقولي شك فصلاته يتوضى بزاف كذلك كي نشوفه واحد عنده وسوس قهري مش سهل مش تعيش معه في الدار فسكو علاش خاصة إذا كان وسوس نظافة وين لازم تدخل نطوي إذا كانت ممنوع تدخل للدار سنتقسل عيدها شخص عشرين أو الثلاثين مره بالنهار ولو كان متنقسل عيدها وانا يتوضى بزافة لا تنظاف لماذا ؟ لازم ندخله في القهرية وسأتي هذه الوسوس قهري ما هي أسبابها؟ هل لديها سبب معين أو مجموعة من أسباب العالم الخارجي أو المجتمع أو بالأكل؟ هل لديها سبب بين؟ حتى الآن، لأن العلاج معدناج كما يقولون إن رسات إن إتيوباتورجيني كما يقولون بين الشاك نحن في العلاج أو في الأمراض النفسية، الشاكة في بارتكولية في كل حالة والأمراض النفسية لا يوجد عوامل الويراثية أنا جايبا، في العوامل الويراثية، مثلا، كذلك في الأمراض النفسية حياتها يعني؟ أو المعاشة النفسية، هل هناك صدمات؟ هل هناك اعتداءات جنسية؟ هل هل كان هناك بأشياء التي تصدرون الأولى أن نفهمmoi بفهمة ضرور نديجا؟ هل هنا نحن لاحن لا يدون المزل هي التي تؤدي إلى هذا المرض فكل حالة عندها الخاصيات عندها الميزة هنا نحن 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 نعرف عدة أشياء، شاهدوا بالتكوين، النفس الشخص هذا كان تكوين هش، هناك مراحل عمرية كما يقولون تعوين كانت هناك نوع من الصدمات اللي جزكا ماتنوني نطاريو سيالي سيرمونتي بش يجاوزهم كان علاقة مع النمو، تعطفن يعني